بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للصف الثالث ومتوسط عنوان درسنا لهذا اليوم هو إثراء اثنين تعرفنا معكم يا ابناء الطلاب في الدرس السابق على إثراء واحد وتعرفنا بإثراء واحد على خدمات الأنترنت وكان مفهوم خدمات الأنترنت ثم بعد ذلك بعض خدمات للأنترنت وثالثا طرق التواصل عبر الأنترنت ورابعا فكرة تصفح المواقع العنكبوتية وخامسا أهمية محركات البحث عن المعلومات وسادسا ما هي مشاركة الملفات مع الآخرين وسابعا بعض خدمات التعليمية والترفيهية على الأنترنت وثامنا التجارة الإلكترونية تعرفنا بها عن طريق أسئلة وإجابة على هذه الأسئلة بإثراء واحد واليوم راح نكمل معكم إثراء اثنين بنفس النمط سؤال وإجابة راح تتنوع الأسئلة ما بين أكمل الفراغ وكذلك أعرف وأعدد سنتعلم في درس اليوم إثراء اثنين هذه أهداف الوحدة وهي أبحث عن معلوماتي أولا لدينا مفهوم مصادر المعلومات الإلكترونية اثنين مصادر المعلومات في شبكة الأنترنت ثالثا مصادر المعلومات على شبكة الأنترنت التي طورت باللغة العربية رابعا المكتبة الإلكترونية والمكتبة التقليدية خامسا أليات البحث الجيد في شبكة الانترنت وسادسا تقييم مصادر المعلومات الإلكترونية أولا مفهوم مصادر المعلومات الإلكترونية لدينا السؤال التالي أذكر تعريف مصادر المعلومات الإلكترونية من يذكر للتعريف أبناء الطلاب؟ لدينا مصادر الإلكترونية لها تعريف أحسنت وهي المصادر أو جميع الوثائق التي لها شكل إلكتروني ويتم الوصول لها عن طريق الحاسب وتقنياته فالمصادر الإلكترونية هي جميع الوثائق التي لها شكل إلكتروني ويتم الوصول لها عن طريق الحاسب وتقنياته أي يتم الوصول لها عن طريق الحاسب أو باستخدام الحاسب الآلي فتسمى مصادر معلومات إلكترونية هذا هو تعريف مصادر المعلومات إلكترونية لدينا السؤال التالي مفهوم مصادر المعلومات ألكترونية أذكر طرق الوصول إلى مصادر المعلومات الألكترونية لدينا طرق للوصول إلى هذه المعلومات من يذكر لي أول طريقة يا ابناء الطلاب أحسنت عن طريق أقراص الليزر أو أوصائط التخزينية كأقراص الليزر تسمى الدف دي أو الأقراص الصلبة هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية ماذا تسمى أحسنت وهي الوسائط المعتمدة على الشبكات مثل شبكة الانترنت العالمية فهذه الطرق قبلنا الطلاب نستطيع الوصول إلى مصادر المعلومات الالكترونية أما عن طريق وسائط التخزين كأقراص الليزر الديفيدي أو الوسائط المعتمدة على الشبكات مثل شبكة الانترنت العالمية لدينا السؤال التالي مصادر المعلومات الالكترونية على شبكة الانترنت تعرفنا معكم ابناء الطلاب على أن مصادر المعلومات الالكترونية على شبكة الانترنت متعددة سنذكرها الآن عن طريق السؤال التالي أذكر مصادر المعلومات الالكترونية على شبكة الانترنت من يذكرها لنا؟ أحسنت محركات البحث فمحركات البحث بناء الطلاب نستطيع الوصول إلى المعلومات عن طريق البحث في جزئية معينة وتسمى محركات البحث اثنين المصدر الآخر ممتاز ويسمى المكتبة الرقمية هل المكتبة الرقمية هي نفس المكتبة التقليدية بناء الطلاب؟ احسنت تختلف المكتبة الرقمية عن المكتبة التقليدية المصدر الثالث من مصادر المعلومات الإلكترونية قواعد المعلومات رابعا من يذكر المصدر الرابع أحسنت الموسعات الإلكترونية خامسا ممتاز وهي القواميس الإلكترونية وهذه مصادر المعلومات وسادسا الشبكات الاجتماعية هذه ست مصادر ابناء الطلاب تسمى مصادر المعلومات الإلكترونية على شبكة الانترنت فنستطيع استخدام إما محركات البحث أو المكتب الرقمية أو قواعد المعلومات أو الموسعات الإلكترونية وكذلك القواميس الإلكترونية والشبكات الاجتماعية في البحث عن معلومة محددة لدينا السؤال الآخر أكمل الجملة التالية تعرف محركات البحث بأنها قاعدة بيانات بفهرسة من المواقع وصفحات الانترنت والتي تم جمعها ماذا يا ابناء الطلاب؟ أحسنت إلكترونيا عن طريق برنامج ذكرنا لكم أن هذا البرنامج يجوب صفحات الانترنت يسمى بماذا؟ أحسنت يسمى بالعنكبوت ومن الأمثلة عليها لدينا محرك بحث جوجل ومحرك بحث آخر من يذكر لي اسمه؟ أحسنت ياهو هنا تعريف محركات البحث بأنها قاعدة بيانات بفهرسة من المواقع وصفحات الانترنت والتي تم تجمعها إلكترونيا عن طريق برنامج العنكبوت ومن الأمثلة عليها محرك بحث جوجل وياهو هل جميع مصادر المعلومات التي تظهر لنا في جوجل وياهو متشابهة؟ أم تختلف ابناء الطلاب؟ أحسنت تختلف باختلاف طريقة البحث ما بين جوجل وأيضا ياهو لدينا السؤال التالي أكمل الجملة التالية تعرف المكتب الرقمية بأنها مجموعة من المواد ما هي المواد التي تكون داخل المكتب الرقمية؟ أحسنت نصوص وأيضا يا ابناء الطلاب صور ممتاز وأيضا أحسنت فيديو وأيضا وغيرها ومخزنة بصيغة ماذا يا ابناء الطلاب؟ أحسنت بصيغة رقمية باستخدام برامج الحاسب مثل المكتب الرقمية لجامعة من يذكر لي اسم الجامعة؟ التي توجد بها مكتبة رقمية أحسنت وهي جامعة أم القرى فالمكتب الرقمية ابناء الطلاب تحتوي على مجموعة من المواد إما نصوص أو صور أو فيديو وغيرها ويتكون مخزنة بصيغة رقمية ومن الأمثلة عليها لدينا جامعة أم القرى لدينا السؤال التالي قارن بين المكتب الرقمية والمكتب التقليدية وفق العناصر التالية لدينا بالجهة اليمنى العنصر ثم بعد ذلك المكتب الرقمية والمكتبة التقليدية سنضع صح أمام إجابة العنصر هل هو يتوافق مع المكتب الرقمية أم المكتبة التقليدية؟ يمكن للطلاع والاستعارة والشراء منها في أي وقت لا يتطلب وقت محدد مثل أوقات الدوام الرسمية نستطيع الاستعارة والشراء منها في أي وقت هل هي المكتبة التقليدية أم المكتبة الرقمية؟ أحسنت المكتبة الرقمية تعرض صفحات الكتب للتلف مع كثرة المطالعة والاستعارة هذه الصفحات تتعرض للتلف مع كثرة المطالعة والاستعارة هذه الكتب هل هي المكتبة الرقمية أم المكتبة التقليدية؟ أحسنت المكتبة التقليدية إذن نقوم بتحديد المكتبة التقليدية إمكانية قراءة الكتب من أكثر من شخص وفي نفس الوقت ومن أي مكان تستطيع الاطلاع على هذا الكتاب وقراءته مع أشخاص آخرين وفي أماكن مختلفة هل هي المكتبة التقليدية أم المكتبة الرقمية؟ أحسنت هي المكتبة الرقمية فمن مميزات المكتبة الرقمية اطلاع أكثر من شخص في نفس الوقت ومن أي مكان على نفس الكتاب لا تتطلب وجود حاسب لقراءة الكتب هل هي المكتبة الرقمية أم التقليدية بناء الطلاب؟ أحسنت المكتبة التقليدية فهي لا تتطلب وجود حاسب لقراءة الكتاب تتطلب مساحات واسعة لحفظ الكتب فلتخزين الكتب نحتاج إلى مكان كبير لحفظ هذه الكتب هل هي المكتبة التقليدية أم المكتبة الرقمية بناء الطلاب؟ أحسنت هي المكتبة التقليدية وأخيرا سرعة البحث عن الكتب والعنوين من يجيب على هذه الفقرة؟ ممتاز هي المكتبة الرقمية فنستطيع البحث عن الكتب وكذلك العنوين بسرعة عالية لدينا السؤال التالي أذكر أنواع الموسوعات الإلكترونية ذكرنا لكم يا ابناء الطلاب أن الموسوعات الإلكترونية لها أكثر من قسم سوف نأخذ الآن القسم الأول والقسم الثاني من يجيب على هذا السؤال؟ أحسنت لدينا الموسوع المقيدة وهي الموسوعات التي تسمح للمستخدم بالاطلاع على محتوياتها دون التعديل أو إضافة عليها مثل موسوعة الملك عبدالله العربية للمحتوى الصحي فالموسوع المقيدة تستطيع فقط عملية الاطلاع لا نستطيع عملية التعديل على هذه الموسوعات المقيدة الموسوع الأخرى من يجيب عليها؟ أحسنت وهي الموسوعة الحرة فالموسوع الحرة هي الموسوع التي تسمح للمستخدم بالاطلاع على محتوياتها وتعديلها والإضافة عليها ومثال عليها لدينا الويكيبيديا فالموسوع الحرة تسمح للمستخدم بالاطلاع والتعديل على محتوياتها والإضافة عليها والمثال عليها لدينا الويكيبيديا لدينا السؤال التالي أذكر تعريف القواميس الإلكترونية من يذكر التعريف؟ أحسنت وهي مصادر الإلكترونية تشمل على قائمة من المفردات أو المصطلحات مقرونة بمعانيها وشرحها وطريقة نطقها وكتابتها أو مقابلاتها في اللغات الأخرى فقواميس الإلكترونية تظهر لنا معاني الكلمات أيضا النطق الصحيح لها وطريقة كتابتها وأيضا تظهر لنا الكلمات في اللغات الأخرى التي تكون بنفس المعنى لدينا السؤال التالي أكمل الجملة التالية تعرف الشبكات الاجتماعية بأنها أحدث مصادر المعلومات الإلكترونية وأكثرها ماذا يا ابناء الطلاب؟ أحسنت وأكثرها شعبية لدى مجموعة كبيرة من الناس وتتيح الشبكات الاجتماعية ماذا تقدم لنا الشبكات الاجتماعية؟ أحسنت التواصل بين الأفراد وإجراء ماذا؟ المحادثات الفورية فالشبكات الاجتماعية تعتبر لها شعبية كبيرة بين المستخدمين ونستطيع البحث عن المعلومات بها وأيضا التواصل بين الأفراد داخل هذه الشبكات الاجتماعية لدينا السؤال التالي أذكر مثالا لكل مما يلي لدينا في الجهة اليمنى المصدر الإلكتروني وفي الجهة اليسرى المثال محرك البحث من يذكر مثال على محرك البحث؟ أحسنت وهو محرك بحث جوجل فمحرك بحث جوجل هو أحد أنواع محركات البحث ولدينا محرك بحث آخر يسمى ماذا؟ أحسنت يسمى ياهو المكتب الرقمية من يذكر لنا مثال عليها؟ أحسنت وهي المكتب الرقمية لجامعة أم القرى ثالثا الموسوعة الحرة وهي تسمح بماذا يا ابناء الطلاب؟ أحسنت تسمح بالإضافة والتعديل على المحتوى لها ومثال عليها لدينا ماذا؟ ممتاز وهي الويكيبيديا القواميس الإلكترونية من يذكر المثال على القواميس الإلكترونية؟ ممتاز وهي ويكا موس وهو مثال على القواميس الإلكترونية لدينا السؤال التالي أهم آليات البحث الجيد في شبكة الأنترنت فشبكات الأنترنت يا ابناء الطلاب توجد لدينا آليات للبحث الجيد في شبكة الأنترنت لدينا السؤال التالي أذكر أهم آليات البحث الجيد في شبكة الأنترنت من يذكر لي أهم الآليات؟ أولا حدد ما تريد البحث عنه بشكل دقيق فعند بحث عن كلمة حاسب أو كتاب حاسب آلي نقوم بعملية كتابة النص بشكل دقيق لكي يسهل الوصول إلى هذه مصادر المعلومات الإلكترونية فنريد هنا التحديد البحث عن الكلمة بشكل دقيق ثانيا حدد مكان البحث فمن أهم آليات البحث الجيد هو تحديد مكان البحث ثالثا استخدام خاصية البحث المتقدم فنستطيع استخدام خاصية البحث المتقدم لدى محركات البحث في البحث عن المعلومات بشكل دقيق رابعا استخدام أكثر من محرك بحث فذكرنا لكم قبل قليل أن محركات البحث هل هي متشابهة بالنتائج أم تختلف أحسن تختلف بالنتائج فكل محرك بحث له طريقة في البحث عن المعلومات فنستطيع البحث عن المواضيع أو العنوين التي نريد البحث عنها في محرك البحث الأول وكذلك في محرك البحث الثاني ونلاحظ اختلاف بالنتائج خامسا استخدام علامات التنصيص عند البحث عن الكلمات المركبة فعند استخدام بحث عن كلمة مركبة مثلا كتاب حاسب نستخدم علامات التنصيص للبحث عن كلمة كتاب حاسب وعند إزالة علامات التنصيص يتم البحث عن كلمة كتاب وحاسب لحال كلنا على حدة فعلامات التنصيص تحدد البحث في الكلمات المركبة سادسا استخدام علامة الطرح لتضييق نطاق البحث فنستخدم علامة الطرح لاستبعاد أو لتضييق نطاق البحث لكلمة أو لجزئية معينة استخدمها لدينا السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة للعبارة التالية استخدام علامات الطرح قبل إحدى الكلمات عند البحث في شبكة انترنت تساعد على ألف تضييق نطاق البحث با توسيع نتائج البحث جيم لا فائدة لكتابتها دال البحث في اللغة العربية لماذا تستخدم علامة الطرح ابناء الطلاب؟ أحسنت وهي لتضييق نطاق البحث لدينا السؤال التالي لتقييم مصادر المعلومات على شبكة الانترنت اذكر المعايير التي تساعدنا على التأكد من صحة المعلومات في شبكة الانترنت لدينا بعض المعايير نريد ذكرها أولا من نذكر أول هذه المعايير أحسنت الهدف ثانيا ممتاز المسؤولية والتبعية ثالثا أحسنت وهي الحداثة رابعا وهي دقة المعلومات وخامسا المعايير الخامس معنا وهو التصميم فللتأكد من المعلومات التي تكون موجودة على شبكة الانترنت يجب أن نتأكد من الهدف والمسؤولية والتبعية بحيث تكون هذه المواقع تابعة لمؤسسة حكومية أو لجهة موثوق بها وكذلك حداثة المعلومات بحيث آخر تحديث لهذه المعلومة تكون بشكل حديث ودقة المعلومات وأيضا التصميم لهذا الموقع لدينا السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة كثرة الألوان الصالخة والزخارف في تصميم موقع ما على شبكة الانترنت تساعد على أي كثرة الألوان يا ابناء الطلاب بحيث تكون الألوان غير منظمة وكذلك الألوان غير تصميم غير جيد وكذلك الزخارف في تصميم هذا الموقع تدل على هذا الموقع بأنه موثوقيته عالية لهذا الموقع ألف باء حداثة الموقع جيم عدم الاعتماد على المعلومات الواردة في الموقع دال دقة المعلومات الواردة فيه ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتي عدم الاعتماد على المعلومات الواردة في الموقع تعرفنا اليوم ابناء الطلاب معكم على أبحث عن معلوماتي أخذنا معكم مفهوم مصادر معلومات إلكترونية وكذلك مصادر معلومات في شبكة إنترنت ومصادر معلومات على شبكة إنترنت التي طورت باللغة العربية وكذلك المكتب الإلكتروني والمكتب التقليدية وآليات البحث الجيد في شبكة إنترنت وتقييم مصادر المعلومات تعلمنا في درس اليوم يا ابناء الطلاب هو إثراء اثنين وتعرفنا معكم في المقرر للصفة الثالث متوسط بالوحدة الرابعة أبحث عن معلوماتي أخذنا معكم بالدرس الأول مصادر المعلومات على انترنت وبالدرس الثاني أهم آريات البحث الجيد في شبكة الانترنت وفي الدرس الثالث تقييم مصادر المعلومات على شبكة الانترنت وفي الدرس الرابع تدريبات الوحدة وكانت هذه دروس الوحدة الرابعة أما بالوحدة الخامسة أخذنا واجهة للعالم وكانت درس الأول خدمات الانترنت وفي الدرس الثاني طرق التواصل عبر الانترنت وفي الدرس الثالث تبادل المعلومات والاشتراك في الموارد والدرس الرابع التعاملات الإلكترونية ثم الدرس الخامس تدريبات الوحدة شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته